السلام عليكم ورحمة الله برجوه và chào t Ivan ghuman في الحلقة الرابعة عن مرائم الجودة في مصانع الأسمالة اتكلمنا في الحلقات التلاتة اللي فاتم عن السفتي في المعمل ويعني ايه معمل واتكلمنا عن الكيميا التحليلية بأنواعها واتكلمنا في الحلقة اللي فاتم عن بعض الأجهزة اللي موجودة في المعمل زي الميزان الحساس والفورد الكهربائي والميسكيتو وازاي نقدر نعين الرطوبة في العائلات السمادية اللي بتيجي أو الوردات المعمل سواء مواد خامة او منتج نهائي او منتج وسيط. لكن السؤال هنا العينة ازاي احنا جبناها وازاي وصلت للمعمل? او بمعنى ايه هي العينة وازاي نقدر نجيب العينة? ده موضوع حلاقيتنا النهاردة ازاي نقدر نجيب عينة ممثلة للحاجة اللي انا بحللها. يعني مثلا لو انا عندي اه سواء واردة او منتج نهائي. انا شاري اه منتجات كمواد خام. المواد الخام دي انا بستخدمها في العملية الصناعية. واللي اكون شاري ميت طن او عشرة طن. ازاي هقدر اخد من الميت طن دول عينة تكون ممثلة للميت طن وهي تبقى الدليل على الميت طن. وبناء على العينة دي هقدر احسب الحسابات بتاعتي اللي هبدأ اصنع بيها. ده موضوع حلقتنا النهار. طيب سواء احنا عندنا العينة او الحاجة اللي احنا عايزين نحللها سواء منتج دخان او منتج نهائي او منتج وسيط. العينة اللي احنا عايزين نحللها بتبقى في حالة من التلات حلالة. اما عينة غازية واما عينة سائلة واما عينة صالة. اول حاجة العينة الغازية. عينة غازية يعني غاز. غاز مضروب بيكون معبق في السطوانة. هل ده بيتحلل? طبعا بيتحلل. طيب العينات اللي ممكن تكون عينات غازية وبسترجمها في العملية الانتجية عندي حالة من اتنين او لها اكتر من نوع ممكن تكون آآ غاز الاومانية ممكن تكون آآ غاز النايتمجين غاز اكتر اكتر اي نوع من انواع اللي انا بستملمها في العملية الصناعية. طيب انا عشان اجيب عينة غازية. طبعا بيبقى ليها بلغر او الحاجة اللي انا باخد فيها العينة بتبقى عاملة زي البلونة كده. او بيبقى آآ حاجة زجاية كده بقدر اسحب بها العينة. مش هو ده موضوعنا. لكن الموضوع ازاي احصل على عينة ممثلة. بالنسبة لعينات الغازية دي اسهل حاجة ان انا احصل فيها العينة ممثلة ان انا بمجرد ما بسحب العينة لان هو غاز. الغاز كله مختلط ببعض. فاي جزء منه ممثل العينة كلها. هو غاز محبوس في انجوبة او في خط من خطوط الانتاج بمجرد ما بسحب العينة الغازية دي. فالعينة دي بتكون ممثلة للغاز الساري في الانبيب او اللي بتخزن في بسطونات او الانبيب. فيبقى اول عينة اقدر اسحبها اللي هي العينة الغازية واي جزء في العينة الغازية بيكون ممثل لاجمال العينة. سواء بقى العينة دي تاني كبير على العربية. آآ زي اللي احنا بنشوفها العربيات اللي هي بتاعة الاكسوجين. في منها عربيات الامونيا. ايا كان فالعينة الغازية اي جزء منها بيكون ممثل للعينة كبيرة. تاني نوع من انواع العينات وهو العينات السائلة. كل ما بننتقل من حالة لحالة تزداد الصعوبة شوية. العينة الغازية اي جزء منها ممثل للعينة? العينة السائلة. العينة السائلة المفروض برضو ان اي جزء منها بيكون ممثل العينة كلها لانه وسائل مخلوط في بعضه. لكن في بعض الاحيان ما بيكونش يمثل بعضه. ازاي? لو انا آآ مسلا بقوم بعملية انتاجية وبنتج والانتاج كله بيتجمع في تانك واحد او في خزان واحد. طيب لازم يحصل عملية دوران على التانك ده. بحيس ان فيه بتبقى بتاخد من التانك من اسفل وتقلد لاعنى. ماشي بتبضى المستمرة طول الوقت كده. لان طول فترة الانتاج. مسلا الانتاج تركيزه بيعلى? لا تركيزه بينزل. فالكسفات بتفرق. طالما الكسفات بتاعت المحلول بتفرق فبيتكون طبقات واختلفة. يبقى انا عشان اسحب عينة من منتج من منتج عندي انا بانتجه. لازم يكون التانك ده معمول عليه عملية دوران بحيس ان السائل كله يختلط ببعضه وتبقى عينة ممثلة. طيب لو انا شاري مادة خام سائلة. شاري مادة خام سائلة. شاري مسلا حمود فسوريك. شاري حمود كابرتيك. او اي سائل هيدخل في العملية الصناعية عندي. طالما السائل اتنقل في تانكات وتنقل من المكان لمكان. فهو بنسبة كبيرة جدا هيكون ادخله طول السكة او طول المشوار بتاعه من مكان انتاجه لحد المكان او المصنع انا شاري فيبقى كل او اي جزء في العينة هيكون ممثل للعينة. يبقى كده لو انا شاري تنكات اه من حامض او من اي مادة سائلة هيبقى جزء من اي جزء من السائل ده هيكون ممثل للعينة. يعني انا شاري مسلا عندي عربية فيها خمسة عشرين طن حامض فسفوريك او خمسة عشرين طن حامض كابرتيك اي المكان اي جزء هاخده من العينة ومجرد ما هحلله ده هيكون ممثل للعينة كم. نيجي للمشكلة اللي عندنا وهي في العينات الصمدة. العينات الصمدة سواء ماء مواد خام او مونت المهاجة. لو هي مواد خام دخل عندي فالمواد الخام دي بتتقسم لنعينه. مواد خام جاية من المحاجر ومواد خام مصنعة. مواد خام جاية من المحاجر زي مسلا اكسيد مغنسيا زي مسلا حجر نيري. زي مسلا جير مطفي. زي اي دلوميت. اي مواد خام جاية من المحجر فدي طريقة التحليل بتاعها اه بتبقى نعينه. هل هي جاية صب يعني عربية كاملة كده? فالعربية الكاملة دي كلها مليانة المادة الخام بتاعتي او متعبية في شكاير. لو هي العربية جاية كلها مادة خام صف مش في شكاير او في حاجر وهتقلب. تمام? فانا عشان اجيب عينة فبجيب عينة من اماكن متفرقة من العربية. بجيب من فوق بجيب من تحت بجيب من مص بجيب من اليمين بجيب من الشمال بجيب والعينة مسلا لو هي بتبقى يعني مش بجيب عينات كميات بسيطة انا بجيب بص في الاخر الاقي العينة ممكن توصل لعشرين كيلو. تمام? ودي اسمها عينة. تمام? اعمل قبل عشرين كيلو كلهم. ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. اول بتكون العينة مش من محاجر ولكن من مواد مصنعة. يعني مسلا انا جايد اه كابريكات بوتاسيام او جايد هيدروكسيد بوتاسيام او جايد اي مادة خام تم تصنعها او خارجة من مصنع ولكن انا هستخدمها عندي كمادة خام لسه هعمل عليها عليها التصنيع. فدي بيكون مكتوب عليها حاجة كده اسمها رقم التشغيلة او تاريخ التصنيع بتاعها. فهاجي اشوف اللي وارد عندي الشكاير اللي موجودة بيه كلها. هل ليها باتش نمبر واحد او اكتر من باتش نمبر. فلو هي ليها باتش نمبر واحد خلاص نبقى هناخد من اي شكارة او من اي تلات اربعة شكاير وهناخد هتبقى دي العينة الممثلة لان هم يعني الكمية اللي كلها اتصنعت في وقت واحد في مكان واحد في ظروف واحدة فبتبقى التحليل بتاعيتها كلها قريبا من بعضنا. لكن لو انا جاي لكمية او دي يكون ميت طن او ميتين طن فهلاقي مسلا ليهم تلات باتشات او بتشتيني. ليهم دي لها باتش نمبر ودي لها باتش نمبر. يبقى بعد ما هنجمع العينات بتاعيتنا احنا بنتكلم في الكلام ده ممكن يكون الكلام ده واضح للناس كلها. لكن تفاصيل الكلام ده بيفرق جدا في التحليل. انا مش هيفرق معايا الدقة في تحليل المعمل ويكون المعمل تحليله ضغط جدا ومستخدم احدث الاجهزة واحدث الادوات وجايب اشتر كيميائيين عشان يحللهم. وفي الاخر هو جايب عينة للط. لو انت جايب عينة للط والعينة دي مش ممثلة لكمية الشحنة اللي عندك سواء مواد خامل او مواد منتج نهائي فدي هتعمل لي خلل كبير جدا وهتعمل لي خطأ في عملية التشغيل. فلازم احنا بتكلم عليه افراد من حلقة كاملة لعملية السامبلي او ازاي اجيب عينة لان ده من اخطر واهم الاشياء اللي بتحديد اه التحليل صح والله. لان ممكن اكون محل التحليل صحي جدا. لكن العينة بتغنى مضا. فما يكونش دلالة على الكمية اللي نخلط. فيعمل لي مشاكل في التصنيع. اه عملية التحليل وعملية مراقبة الجودة من اهم واخطر العمليات اللي بتتم في المعمل او بتتم في العملية الصناعية ككل. يعني لان التحليل بتاع المعمل والتحليل بتاع اه المواد الخام او التحليل بتاع المنتج هو اللي بيحددني هل اكمل العملية الصناعية زي مانا شنغال ولا اه اغير الحسابات بتاعتي ولا واقف العملية اصلا من تصناعية. هو ده اللي بيفرق معي. طيب نرجع للموضوعنا وتعالوا نشوف بعد اما جمعت العينة لو هي عربية مسلا او كومة كبيرة اه اه من المادة الخام او المادة المطلوب تحليلها. تعالوا مع بعض نشوف ازاي الخمسة وعشرين كيلو او العشرين كيلو اللي انا جمعتهم ازاي اخد منهم عينة ممثلة عشان تكون دلالة او اه مؤشر لاجمالي العينة اللي هي البيبطن او المطلوب تن دول ازاي اه اخد عينة من الخمسة وعشرين كيلو دول عشان تكون ممثلة هي ايضا. بعد اما جمعنا العينة وده مثال باي عينة احنا جايبين عينة الطربة عشان تبقى اه كشكل بس ازاي بنجمع العينة. اول حاجة ايه حاجة غريبة في العينة بنطلعها منها. يعني مسلا فيه خشبة فيه حتة حديدة مش هو السمة الغالبة في العينة فدي احنا بنشيلها ونركيناها على جنب. ونبدأ نجمع العينة ونقلبها كلها في بعض. طبعا احنا جايبينها من اكتر مكان. فنبدأ نقلب العينة كلها في بعضها وايه حاجة غريبة تتشال وتتحط على جنب. تمام? ويتم تقليب العينة بحيس ان هي تبقى متجنسة. لان هي مجموعة من اكتر من مكان في اه اكتر من من حتة مسلا من الكومة او من العربية او من اي مكان عينة الطربة او ايه حاجة فدي اه بنبدأ نخلطها كلها في بعضها ونقلبها كلها في بعضها. بعد ما بيتم التقليب بنقوم جايين عاملينها كلها على شكل دايرة. وبعد ما بتتعامل بالشكل اللي احنا شايفينه دا دايرة. بنيجي ونقسم الدايرة اربع اجزاء. دلوقتي لسه بيخلط العينة كلها في بعضها بحيس ان هي كلها تبقى متجنسة. بعد ما بيخلطها كلها وتبقى متجنسة. بيجي ويقسمها لاربع اجزاء. بدأ قسمها اهو. فبنيجي على اول جزئين متقابلين لبعض. ويبدأ يشيل الجزئين دول. تمام? بدأ يشيل اول جزئين مقابلين لبعض. بعد اما شال الجزئين المقابلين لبعض بيرجع تاني يجمعها كلها على بعضها ويبدأ يخلطها تاني من الاول ويقلبها كلها تاني في بعض. كل دا لان انا عندي عينة ممكن توصل لخمسة وعشرين كيلو او اكتر من كده فانا عايز اجمع من الخمسة وعشرين كيلو دول الكمية اللي انا هحللها بس. وليكن مية جرام او خمسين جرام او اي مكان يعني. فهو ده بيرجع تاني يخلطها ويعملها دايرة تاني. وبعد اما يعملها دايرة تاني يرجع يقسمها لاربع اجزاء تاني. ويرجع يشيل نفس الجزئين المتقابلين امام بعض. وتاني اهو بيشيل الجزئين المقابلين البعض. ويرجع يخلطها تاني. وهكزا. لحد اما الكمية تبدأ تصغر عنده ويطلع في الاخر عنده المية جرام او الميتين جرام اللي هيعمل عليهم التحاليل بتاعته لان هو بيحلل في الاخر بياخد جرام او اتنين جرام من العينة. فازاي اتنين جرام او تلاتة جرام من العينة يبقى دلالة او مؤشر آآ لشوحنا مسلا مية طن او ميتين طن دخلين عندك. فلازم بيعمل الاجراء ده بحيس ان التحاليل بتاعه يكون آآ دقيق ويكون صحيح نفس الخطوات تاني بيعمل بيكررها بس في كل مرة العينة بتقل معا. وبكده يبقى عرفنا ازاي نجمع العينة وازاي نخلط العينة وازاي نحصن على عينة ممثلة وازاي هنشتغل عليها في المعمل. شكرا لكم وشكرا لتوعيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.